إذا طلعوا البولانيون إلى زيارة رسمية التي سيقوم بها رئيس الصيني شي جينبين إلى بولندا كما سيرون أن هذه الزيارة ستعزز العلاقات الثنائية وتعمق تعاون العملية بين البلدين نشرت صحيفة ريزيكس بوس بوليتا التي تعتبر واحدة من أقدم الصحف في بولندا يوم الجمعة الماضي مقالا موقعا من الرئيس الصيني شي جينبين بعنوان دفع سفينة الصداقة بين الصيني وبولندا بأقصى سرعة إلى الأمام وقال مسؤول بهذه الصحيفة شارك في ترجمة مقال الرئيس الشي إن له انطباعا عميقا تركته فقرة المقال حول العلاقات بين البلدين تركت مقالة الرئيس شي انطباعا عميقا في ذاكرتي بالنسبة إلى سفينة الصداقة بين الصين وبولندا التي ذكرها الرئيس شي أعتقد أن العلاقات البولندية الصينية تتقدم إلى الأمام بقوة الآن كما أن المقال تطرق إلى التبادل والتعاون الثقافي تاريخيا بين البلدين هذا وأبرز الرئيس الشي في مقاله التعاون في إطار أليس أدواحد بين دول أوروبا الوسطى والشرقية وفي هذا الصدد أعرب رجال الأعمال البولنديون تحمسهم تجاه هذه الألية إن تعاونات في إطار العالية واحد زائد 16 انبدرت الحزام طريق تتيح لنا فرصا كثيرة فأعتقد أن العلاقات بين البلدين ستشهد تطورا كبيرا في المستقبل وبوابة المفتوحة دائما أمام السيني وأوروبا هذا وقال مدير مركز البحوث لحضارة شرق آسيا ببولندا إن مقال الرئيس شيد جيمبين عرض للشعب البولندي فكرة حكم الدولة لدى قادة الصين وتصورهم لتطوير علاقات الثنائية مما يدفع عجلة التعاون في كافة المجالات بين البلدين تعتبر بولندا من أقدم الدول التي أقامت العلاقات الدبلوماسية مع الصين الجديدة كما هي أكبر شريك تجاري للصين في أوروبا الوسطى والشرقية وبالمقابل الصين أكبر شريك تجاري لبولندا في آسيا سورنا كثيرة أن نستقبل الرئيس شيد جيمبين وأتمنى أن يتخذ بولندا بيتا له لأن الشعب البولندي يحب الشعب الصيني